صحفيين الأسبق عايز أقول لكم لم يكن الحدث أيضا هو المنافسة ما بين الزميلين العزيزين يحيى اللاش وعبد المحسن سلامة مع حفظ القبليو لكن إحدى المرشحات وهي الزميلة العزيزة جهان الشعراوي عملت حاجة مختلفة خالص هي قررت أنها تخوض المعركة الانتخابية على مقعد النقيب مش على مقعد العضو فعملت إيه؟ عايزة أعمل دعاية فتفتق زيناء عن فكرة طريفة جدا راحت لشعبان عبد الرحيم المطرب الشعب المعروف وقيت له أعمل لي أغنية هل الأغنية دي هي جاهزة شباب؟ الأغنية عمالة بصوت بقى عصام ابن شعبان عبد الرحيم هل هو عتازة للكلام ده المهم على طول جاب المؤلف الخصوصي بتاعه ألف له الكلمات وجاب الملحن الخصوصي بتاعه وضرب للزميلة العزيزة جهان الشعراوي أغنية على الانتخابات وبيطالب الصحفيين بانتخاب جهان شعراوي في العام المعروف أنه هو عامل مرأة بس عايز أقول لكم جهان شعراوي أخذ الكام وعله 30 صوت يعني شعبولة منفعناش في الانتخابات جهان عايزين نسمع مقطع من الأغنية اللي قدمها أول ما تجهز شباب اللي متأخرة في التجهيز لحد دلوقتي يعني عايزين نسمع مقطع من ده بس عايز أخذكم لخبر على بال المقطع ده ما يجهز